موسيقى تمام العاشرة وهذا مجز لأهم الأخبار بداية قالت أن نيجر ومالي وبرك نفسوا في بيان مشترك الخميس أن النيجر سمحت للقوات المسلحة في مالي وبرك نفسوا بالتدخل على أراضيها في حالة وقوع هجوم وقال وزراء خارجية الدول الثلاث أنهم اجتمعوا في العاصمة نيجيرية نيامي لبحث تعزيز التعاون في مجال الأمن والقضايا المشتركة الأخرى وجاء في البيان أن الوزراء رحبوا بتوقيع قائد المجلس العسكري في النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني الخميس على أمرين يسمحان لقوات الدفاع والأمن في بورك نفسوا ومالي بالتدخل في أراضي النيجر في حالة وقوع هجوم وأضف البيان أن الوزيرين البرك نبي والمالي أكد رفضهما للتدخل المسلح ضد شعب النيجر والذي سيعتبر بمثابة إعلان حرب إلى ليبيا الآن أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبا ليلة الخميس القبض على قيادين في تنظيم داعش متورطا في التخطيط وقيادة عمليات إرهابية على مقرات كل من مفواضية الانتخابات والمؤسسة الوطنية للنفط ووزارة الخارجية في العاصمة طرابلس عام 2018 وجاء ذلك في كلمة لدبيبا بثها التلفزيون الرسمي فيما أشار المكتب الإعلامي الحكومي إلى القبض على القيادي في عملية مشتركة بين قوة الردع وكتيبة رحبة الدروع تاجراء بالضحية الشرقية لطرابلس دون ذكر مزيد من التفاصيل حول هوية أو جنسية المقبض عليها إلى الشأن الفلسطيني الآن حيث شنت قوة الاحتلال الصهيوني الجمعة حملة اعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين في الضفة الغربية واعتقلت قوة الكيان فجر الجمعة أربعة فلسطينيين من محافظة رامالله والبير كما اعتقلت ثلاثة آخرين في الخليل بعد حملة تفتيش واسعة للمنازل إلى ذلك استهدفت قوة الاحتلال اليوم الجمعة مزارعين ورعاة أغنام بالرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع شرق مدينة غزة وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية بأن قوات الاحتلال المتمركزة في أبراج المراقبة العسكرية خلف الشريط الحدودي شرق مدينة غزة أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام صوب عدد من المزارعين ورعاة الأغنام شرق المدينة وأرغمتهم على مغادرة المكان إلى موضوع آخر الآن أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي مارك ميلي إن الولايات المتحدة لن تغادر منطقة الشرق الأوسط التي تحظى بأهمية كبيرة بالنسبة لبلاده وأقال ميلي في مقابلات تلفزيونية مساء الخميس إن شرق الأوسط منطقة مهمة جدا بالنسبة للولايات المتحدة في العديد من المجالات وأكد ميلي أن الولايات المتحدة تتطلع إلى الاستقرار والسلام في المنطقة مشيرا إلى أن الوضع في الظفة الغربية في فلسطين شائك وصعب جدا وأن بلاده تسعى للتوفيق بين الطرفين بهدف الوصول إلى التهدئة وخلق وضع أو وضع أكثر استقرارا على حد قوله نشرت مساء الخميس صورة جنائية لدونالد ترامب التقطت داخل سجن في ولاية جورجيا خلال التوقيف الوجيز للعيس الأمريكي السابق الذي ندد بما أسماه مهزلة قضائية وبتدخل انتخابي وتعد اللقطة التي يظهر فيها الملياردير الجمهوري عبوسا وعاقدا حاجبيه محدقا في الكاميرا تاريخية بوصفها أول صورة جنائية لرئيس أمريكي سابق وعرضت القوات أو القنوات المحلية لقطات مباشرة لمغادرة موكب ترامب من مبنى السجن في مقاطعة فلتون إذ تم إدراجه في قائمة السجناء وبقي قيد الاحتجاز لمدة نصف ساعة تقريبا بعد اتفاق مسبق على إطلاق صراحة بكفالة قيمتها 200 ألف دولار ختم هذا المجزء الأخباري شكرا للمتابعة في أمان الله اشتركوا في القناة